أعزائي منواصل دراستنا وأنا موجود حاليا في جزيرة باطموس جزيرة كتير كتير مهمة للمسيحيين واليوم حديثي عن الاضطهاد أو حقيقة الاضطهاد ومن هو أفضل من أن يكتب عن هذا الموضوع سوى يحنى الرسول يحنى خدم في مدينة أفسوس وأسس كنائس كثيرة لكن في أيام الإمبراطور دومتيان شن هجوم شرس ضد المسيحيين ومما اضطر أن يأسر يحنى في هذه الجزيرة في جزيرة باطموس لمدة 18 شهر وكان السبب أنه طالب بعبادة الأمبراطور يعني الناس كانت تعبد الأمبراطور لكن بعد موته دومتيان طالب العبادة وهو بعد على قيد الحياة فطبعا كان فيه استضام مع الكنيسة والكنيسة تعودت على الاضطهاد وعلى الألام أيضا فأخذ يحنى مع تلميزو بروخوروس وجاءوا إلى هذه الجزيرة كأسير في منفى في جزيرة باطموس ويحنى بيكتب الكنيسة بيقول أنا يحنى أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره كان موجود في هذه الجزيرة بسبب الاضطهاد الشرس وبسبب الآلام لكن تحولت من أفضل الأماكن لأنه أعطى أعظم الإعلانات وهو سفر الرؤية اللي بيتكلم وبيتحدث عن الأحداث الأخيرة من هذا المكان كتب لكنيسة أفسس طبعا بحذرهم عن ترك المحبة الأولى لأنه كان على وشك الاضطهاد أيضا يستمر يحنى جاء إلى هذه المغارة تعتبر مغارة القديس يحنى سمع صوت كبوق ويقال أن هذه التشققات اللي بتشوفوها في الصخر بسبب الصوت الشديد كالبوق وهي عبارة عن متلث ترمز إلى الآب والابن والروح القدس ويعاش يحنى مع تلميزه في هذا المكان كان عجوز كان شيخ كبير في مكان اللي كان يوضع رأسه فيه لما عاوز يرتاح وأيضا المكان اللي يتكئ لما يقوم وأيضا عندما كان يأخذ هذه الإعلانات تلميزه بروخوروس كان بيسجل كان بيكتب هذه الإعلانات لأنه شاف الرب يسوع المسيح الممجد في وسط السبع المناير بيمينه سبع كواكب من فم وسيف دو حدين مع مفاتيح الهاوية والموت كلها مواصفات حلوة وجميلة لشخص الرب يسوع والكنيسة الأرتدوكسية علمت شعبها من خلال الأيقونات بتلاحظوا الأيقونات اللي بتدرس تاريخ الكنيسة والرسل القديسين تتكلم عن كل حدث مكتوب في سفر الرؤية في هذه الكنيسة أعزائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل أعزائي من جزيرة بطمس منواصل دراستنا وفي هذه الحلقة سأتكلم عن حقيقة الاضطهاد الاضطهاد حقيقة في العهد الجديد والرب يسوع تكلم عنه بل تنبأ عنه أيضا أنا موجود على جزيرة بطمس هذه الجزيرة الجميلة جاء يحنى الرسول كأسير إلى المنفى في أيام الإمبراطور دومشيان وكان موجود لمدة 18 شهر بسبب الاضطهاد خلف كنيسة أو تعتبر قلعة كبيرة هي عبارة عن كنيسة بنية سنة 1888 بناها خريستوتولوس قديس هذه الجزيرة تكريما للقديس يحنى اللي زار هذا المكان وأصبحت الجزيرة مقدسة في هذا المكان يأتون السياح من كل أنحاء العالم هذه الجزيرة ليست كبيرة 34 كيلو متر القطر بتاعها وهي جزيرة تعتبر من مئات أو ألاف الجزر الموجودة في اليونان اليوم أعزائي رح أواصل الدراسة عن حقيقة الاضطهاد لكن ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل تأكيد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ We're talking about 100 to 199 أعزائي المشاهدين منواصل درستنا من جزيرة بطنور أريد أن أقول شيء مهم الإضطهاد حقيقة في الكتاب المقدس بعض المؤمنين يعتقدون أن الحياة المسيحية مفروشة في الورود وأنه عندما تؤمن بالمسيح أن كل شيء سوف يكون على ما يرام لكن بالحقيقة أنه معظم التلاميذ ومعظم الرسل اضطهدوا والعديد منهم قتلوا من أجل اسم الرب بالواقع أن المسيحية نمت على الاضطهاد وكما قال القديس ترتليانوس أن دم الشهداء هي بذرة الكنيسة فأول 200 سنة أكثر من 3 ملايين شخص أعطى حياته ليسوع المسيح فالمسيحية لم تنمو بالغزوات أو بالسيف أو بالعنف أو القتل لكن بفتحات المحبة استطاعت أن تؤثر على كل العالم القديم المسيحية انتشرت بتعليم المسيح وبمحبة المسيح وبمثال المسيح أيضا بالواقع بولوس لما كان موجود في أفسوس واجه اضطهاد شرس جدا وتموثاوس أيضا واجه اضطهاد شرس جدا ويحنى الرسول اللي كان موجود في منطقة أفسوس واجه اضطهاد عنيف ضده بسبب الامبراطور دمشيان اللي أمر بعبادة الامبراطور وهنا الكنيسة رفضت والنتيجة أن الرسول يحنى جاء إلى هذه الجزيرة كأسير كأنه مجرم يعني تعامل كأنه مجرم لأنه وقف بجانب الحق وهكذا أحبائي هذه الجزيرة كما ترون المحجرة شديدة الهواء طبعا اسمها اليوم بسبب وجود القديس يحنى أصبحت جزيرة سياحية جميلة ذات الخليج الجميل تأتي السياح والسفن من كل أنحاء العالم يمكن اليوم مستمتع بالمناظر لكن لم يكن في أيام يحنى جاءوا كأسير والرسول بولوس لما كتب إلى كنيسة أفسوس قال أنا الأسير في الرب وقال عن نفسه أنه أسير أو سفير في سلاسل فالحقيقة الواقعية أنه فيه اضطهاد على كنيسة الرب واليوم الوضع ما تغير اليوم اللي منشوفه في العراق واللي منشوفه في سوريا واللي منشوفه في نيجيريا واللي منشوفه في أماكن عديدة مثل أفغانستان وباكستان اليوم منشوف اضطهاد شديد ضد كنيسة الرب والرب اتكلم عن هذا الاضطهاد وقال رح يطهدوكو من أجل اسمه يعني أجل اسم يسوع المسيح رح يطهدوكو من أجل الإنجيل ومن أجل البر لأنه مش عملته شيء فيه جريمة أو لا سمح الله خطيئة تصور اليوم أنت إذا بتحمل إنجيل وبتروح على إحدى الدول مثلا العربية تعتبر أنك أنت مجرم مخالف للقوانين تصور معي ممكن يدخلوا كتب الإلحاد وأي كتب أخرى لكن الكتاب المقدس يعتبر محظور اليوم فيه اضطهاد شرس ليه هذا خوف وهذا رعب بسبب اسم يسوع الذي يرعب كل أبالسة الجحيم قال يسوع طوب لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين بل افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات الاضطهاد سوف يستمر لكن أنا بشجعك أنك تثبت في المسيح تتمثل بالمسيح تنظر إلى يسوع المسيح وصليب يسوع المرسوم أمام عنيك وأن هذا الاضطهاد ليس سيستمر الرب سيجيب الفرج وسيبارك الكنيسة لأن الكنيسة تنمو من خلال الاضطهاد وكمان سيكون شيء مهم الاضطهاد سييميز المؤمن الحقيقي من المؤمن المزيف أو المؤمن الاسمي الحقيقي سيكون لامع سيكون مثل الذهب رح يتنقى ورح يقف أمام أي اضطهاد شرس فمن هذه الجزيرة اللي بتعبر عن اضطهاد وبتعبر عن ألام لكن عبرت عن إعلانات عظيمة اللي وصلت لكل أنحاء العالم أدعوك اليوم نك تثبت في المسيح تتشجع في المسيح وتفرح أمام الاضطهاد وتواجهه بصدر مفتوح وتعتمد على شخص الرب يسوع المسيح أريد أن أصلي إلى كل المتألمين والمشردين والمضطهدين الرب يشجعكو والرب يقويكو صلاة من هذا الجزيرة نتصل إلى قلبك وإلى حياتك في اسم الرب يسوع المسيح آمين موسيقى 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 امسيغ العت riv تن dying كثير了 الفئرين بدأت رجرين بشيتي بشي سعود لن rumund رم από أبدأ موسيقى واحد بداية فيbere suffers موسيقى نملك النار في نسوم المرات rated 22 مقاطعين المقاطعين العائد من العالم ثمين في بعد 2 1 1 عام أحضب حظبت حظبت الموكسر حظبت 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 المحضور واحدة المتقوى بيطاريان دوريان طواب وإنما تعلمت توريان طواباً حظبت 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 المقصدرين إلى المقرية َ٩ م�년 جدا ِ ِ٩ مرجع ب٩ل مهمت عماً على قليل أثبت أحبت 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 ما دلتك تتجاه أحبت شريطة تبخبره تطور المسطرة وإن اسحب أحبت أحبت يأخذ أحبت تحب تدستاذ إن مرادة يباله لا يستطيع أحبتش باستخرت. أمسطف كان بواسطة جيدة. جسائك جداً ، درستقروا في المعدة يأتي بواسطة. ًا سيئت لكتب درستقرات. ما تبعني؟ تبعني أمسطعم لتحسطه لقاتت بواسطة الأيب의 المعدة. إذا كنت من لكتبه ، كنت سهلاً. كنت سيئت لك في ثقة ما. لم يكن لدينا المعدة؟ لم يسامل. ولكن مجحب بأستن إلى الامبر نديكس لضعه على الأطابة وضعه لكيسه محاولة جميلة ويوفق هكذا تحت surge من الجزجرية وإن يجب عليك الوصف ونستطاع نستطيع قدّولك ولكن لتلاقسك وطالك حلو الناس وقاله يجب عليك الآن ويجب عليك الآن جيدكس المترجمات السفرية المترجمات السفرية بالفعل autographية بسبب أن تكون هذا مبكب العامة المترجمات السفرية التي لم تحبه و لم يكن المترجمات والمترجمات السفرية فهذا كان فهذا كذلك مجرمات السفرية والجرمات السفرية تحدث عن ربما يكون لذلك لا أتمنى ذلك لأنه لأنه جزء في رباطة وغيرها وقفهمهم لأيه في الشرح ولكن يتابعون الأجزاء مخباركة قمت بتخير شباباً يقول لذلك لا يدينيه من الأقل وأخيره من الأقل بسرعة من الأقل وأخذت أنه لم يقفوا فرحل الصغير ولكن الطعام الأخذ ثم فريق محالك وحالك بالنسل من الكنيسة من البازيلكة القديس يحنى من واصل دراستنا في هذه الحلقة وطالما إحنا موجودين في هذه البازيلكة الكبيرة اللي بتخلد وبتكرم يحنى الرسول اللي عاش في هذه المنطقة أريد أن أتكلم عن إنجيل يحنى طبعا السبب بدأتكلم عن إنجيل يحنى لأن الإنجيل والرسائل على الأرجح كتبت من منطقة أفسوس ولهذا السبب أريد أن أتكلم ليس فقط عن المنطقة لكن الغرض والهدف من هذا الإنجيل أنا بدعوك تشاهدوا الحلقة معي إذا كان عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير من وصل دراستنا وسأتكلم عن إنجيل يحنى في هذه الحلقة وطبعا هذا شيء بينطبق ولسيما إحنا موجودين في نفس البكان هذه الكنيسة القديمة أو البازيلكة اللي شايفينها بتشوفوا أعمدة رخام حجارة مبعثرة في كل مكان هذه كانت تعتبر تحفة فنية في الهندسة وفي المعمار بنيت هذه الكنيسة أو البازيلكة في القرن السادس ميلادي في أيام الإمبراطور جستنيان بنيت بنفس الوقت مع كنيسة آية صوفية في إسطنبول واستخدمت الحجارة لأنه حدث زلزال كبير في منطقة أفسوس فكانوا بيأخذوا نفس الحجارة فبتلاحظ في أعمدة في حجارة في نقوشات في كده شيء حتى يستخدموا نفس الحجارة لبناء هذا المكان وعلى فكرة في مسجد كمان يسمى مسجد النبي عيسى في أسفل المكان أيضا بني من نفس الحجارة هذه تعتبر أفسوس العليا هي أفسوس القديمة أول حضارة كانت من أيام الحثيين 1300 سن قبل الميلاد ثم جاء الأثنيون 1000 سن قبل الميلاد وسكنوا في هذه المنطقة واستمروا حتى اتغيرت المملكة اليونانية لكن بحكمها الليديان وبعدها جاء الفرس وحكموا هذه المنطقة ثم الإسكندر الأكبر حكم ونشر الحضارة الهلينية وعندما مات انقسمت أو توزعت القوة على الجنرات الأربعة اللي كانوا عنده لكن فيه كان صراع وخصام لكن تحفت المنطقة في أيام الرمان تحولت أفسوس العاصمة في آسيا الصغرى وكانت تعداد سكانها 300 ألف نسمة لكن بسبب الرواسب بسبب الطمي وبسبب الطين اللي كان بينزل من نهر كيستر مما أثر على الميناء وأخذت المدينة بالتراجع إلى الوراء مع الزلازل فطبعا اضطروا أن يتركوا المنطقة لأنه كان صعب حتى من ناحية مادية على الرمان أن يقوموا في مشاريع في هذا المكان فجاءوا وسكنوا في هذه المنطقة طبعا تاريخ كثير بتشوفوا خلف في قلعة قديمة كان بيسكن في هذه المنطقة السكان في القرن السادس معظمهم من المسيحيين عند الفتحات أو الدخول الإسلام اضطروا أن يهربوا ويبنوا القلعة هناك حتى يحتموا ويختبئوا في تلك المنطقة أيضا في نفس الكنيسة تستطيع أن ترى قبر بحسب التقليد قبر القديس يحنى لأنه عاش في هذه المنطقة سوبيا إلى باطموس وراجع إلى منطقة أفسوس ووصل خدمته في هذه المنطقة ومات في هذا المكان التاريخ مازال بيتكلم عن هذا الشخص العظيم يعتبر يحنى الرأي يحنى اللهوتي يحنى الإنجيل يحنى الملقب بعيني النصر لأنه من ناحية روحية استطاع أن يأخذنا إلى السماء إما من خلال رسائله إما من خلال إنجيله وإما من خلال أيضا سفر الرؤية اللي بيتكلم عن أمجاد الكنيسة في المستقبل والمجيء الثاني ليسوع المسيح ابقوا معي سأواصل حديثي عن إنجيل يحنى بعد هذا الفاصل موسيقى 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 But now we have a new emperor coming in his name is Diocletian he reforms the Roman state so that he lasted 20 years as a matter of fact from 283 on and he had an eastern governor you might say or really he was a co-emperor his name was Galerius and he was a dedicated anti-Christian and indeed there were now two capitals in Rome Rome in the west and also a capital in the east very near what is today Constantinople Istanbul and there the great persecution it's called broke out in 303 in which again Christians in the Roman emperor's imperial household were accused of sedition and now it was extended to the clergy and now a great empire-wide persecution began again however just eight or nine years later Constantine was victorious in defeating his opponents and indeed the persecutions stopped the 4th conical anjanjala Champion urd used anjanjala enjala when you are адц... but juhanja though the الإنجيل لثلاث أسباب السبب الأول لمحاربة البدع وكانت البدعة السائدة في أيام يحنى بدعة الغنصيين والسبب الثاني يريد أن يظهر عظمة وأمجاد يسوع المسيح والسبب الثالث لكي تؤمنوا فهذا هو المغزى في إنجيل يحنى بتشوف العبارة بتتكرر عدة مرات فكتب حتى يحارب البدع الغنصية التي كانت ترفض يسوع المسيح جاء في الجسد الجسد يعتبر مادة والروح هو الصلاح فإذا المادة شر فلا يمكن أن يأتي المسيح في الجسد فابتدأ بقوله الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فحارب هذه البدعة بيتكلم عن شهاده أنه شاف ورأى يسوع المسيح وبحاول يتكلم عن يسوع المسيح أنه حقيقة جاء في الجسد وأنه كان حضوره بين الناس كان يمشي بين الناس كان يصنع خير يعلم ويصنع المعجزات أيضا فحارب هذه البدعة التي كانت تنكر اللهوت وتنكر أن المسيح جاء في الجسد السبب الثاني هو يعتبر طبعا المغزى اللي بيتخلل كل صفحات هذا الإنجيل أنه بركز على يسوع المسيح ابن الله أنه مش بس ابن الإنسان ويحاول يعلن أن المسيح هو يعني جاء حتى يعكس مجد الله حقيقا وحضور الله في وسط الناس فبيتكلم عن شهادات اللي بتشهد عن يسوع المسيح وتعطي المصداقية لدعوة يسوع المسيح وبيتكلم عن معجزات اللي بيسميها آيات فالآية هي معجزة لكن لها بعد وعمق وترجمي وتفسير روحي بعد كل معجزة أو بعد كل آية كان في شرح روحي هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قان الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلاميذه فبيعطي الهدف والسبب والغرض من هذه الآية فالآية هي علامة لتعلن ولتظهر هذا الحق الشيء الثاني اللي بتظهر أمجاد المسيح أقواله قال أيضا سبع مرات أنا هو أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو الباب أنا هو الراعي الصالح أنا هو القيامة والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة أنا الكرمة الحقيقية هذه الأقوال بتعكس أول شيء أنه يشبه نفسه في شيء آخر لكي تعلن مجده شيء ثاني أنا هو هي نفس الكلمة إيجو إيمي اللي بتتكلم عن أهيى الذي أهيى عن يهوى العهد القديم فيسوع اللي في وسطنا هو الله الظاهر في الجسد وأيضا بتتكلم عن دعوة وراء كل قول في فعل وفي عمل لما قال أنا هو خبز الحياة أشبع الألاف أنا هو نور العالم فتح العيون عميون العمي أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى فإذن دائما في قوة خارقة من وراء هذه الأقوال والشيء الثالث اللي بيتكلم عنه في إنجيل يحنى بيتكلم عن هذا المجد يعني في آيات وفي أقوال وفي مجد اللي بحل من خلال يسوع المسيح وكل هذه مكتوب لكي تؤمنوا أن المسيح هو ابن الله إن آمنتم لكم حياة باسمه فطبعا شيء جميل إنه نكون واقفين بنفس المكان من أفسوس الكنيسة اللي بتخلد ذكره وإسمه في هذا المكان قريب من قبره تأثير يحنى وإنجيل يحنى ما زال موجود حتى يومنا هذا فأنا بدعوك في هذه اللحظات إنه لما كتب الإنجيل ما كانش الظرف مؤاتي كان فيه اضطغاض شرس وكان فيه حروبات ضد الكنيسة وكانت الناس بتموت من أجل الرسالة لكن أراد أن يشجع الناس بعمل المسيح وأريد أن أختم عندما نقول إنجيل متى أو إنجيل مرقص أو يحنى فهو إنجيل واحد إنها بشائر أربعة تتكلم عن سيرة حياة يسوع المسيح تاخدها كل واحد بياخد من جانب خاص لكنه الإنجيل المقدس المتكامل كلمة الله بصلي من كل قلب إنه كانت بركي لحياتك بحب أسمع منك اتواصل معنا إلى اللقاء والرب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر